كلام المراضي بلاش نعمل اي مساحات او اي اخطاء على ماتش برونديو وهذا اللي احنا محتاجين وده الصح وان شاء الله يقدر نقفل طب نحافظ على هيباتنا ازاي نسجل من اول ثانية ونكمل وندوس اكتر ونقدر نعمل نتيجة جيدة فالناس تعرف ان الزمالك مش جاي يهزر السنة دي الزمالك جاي عينه على البطولة فرير اتكلم على اللعيبة على تمييز بعض اللعيبة الفريق منافس قال لهم اللعيبة دي عندها سرعات كبيرة جدا ولازم نقفل المساحات امام بطل بروندي اكد على دي كتير جدا وحذر كتير قال لهم بيمتلكوا سرعات الميزة اللي عندهم في السرعات والكاونتر اتاك فلازم نقفل المساحات او من نتركش اي مكان لامساحة او نتهاوم في مساحة امام بطل بروندي وعلى فكرة على فكرة لعبتنا تقدر تعمل مشاكل لفريق بروندي طب ليه اللي تابع انا تابعت بعض اجزاء من اللقاء اللي كان العودة بتاع بروندي واتحاد الليبي الفريق عنده مشاكل دفعية اي حد بيخش منطقة الجزاء بيحصلوا مربكة والدليل على كده ان جيت حسب عليهم ثلاث ضربات جزاء في المطش اللي فات ده يدل ان هما دفعهم عنده تهور دفعهم مش مركز ونقدر نستغل النقطة دي كويس عندنا لعيبة مهارية عندنا لعيبة زكية تقدر تخطف منهم اهداف وتقدر تستغل المشاكل اللي عندهم داخل منطقة الجزاء وكمان اتكلم معاهم عن نقاط القوة المنافس وكيفية التعامل معاها وتطبيقها في المعلاب ازاي نقفلها نتعامل معاها وازاي احنا نقدر ناخد من نقاط قوتهم دي ونحولها لنا ان شاء الله في اللقاء كمان نروح للوينش لعبنا يعني العظيم جدا الوينش اللي احنا كلنا بنشيد به دائما نال مجموعة من التعليمات المهمة من الجهاز الفني للفريق على بعض الجمل تعليمات خاصة لحمود حمدي وينش خلال التدريبات الاخيرة فريرة اتكلم مع الوينش على اهمية دوره مع الفريق خصوصا في قيادة خط الدفاع والتواصل المستمر مع زميله في الملعب باعتباره اخر لاعب بالخط الخلفي اكيد كلام مهم فريرة مش عايز زيب حاجة للصدفة بيتكلم مع المهاجمين بيتكلم مع خط الوصف بيتكلم مع المدافعين لازم يدي للعيبة اهمية للقاء يخلق لهم دوافع عشان كده ان شاء الله الفوزة يكون من نصبنا